السلام عليكم لكم ونيري ليث بهذا الفيديو أريد أشارك لكم رأيي شخصي وطبعا أريد أسمع رأيكم هماتين بالتعليقات شي تفضلون طير الكوكتيل اللي هو هذا لو طير الحب يعني أنا رأيي الشخصي رح أقوله ما عندي تفضيل ولي هذا السبب تشوفوهم وثيناتهم عندي يعني ما عندي تفضيل يهو أحسن من يهم ثيناتهم بالنسبة لي طيور كلش حلوة وثيناتهم طيورة حبة ربيهم طبعا رح أقولكم هذه الصفات وحدة وحدة اللي أذكرهم لما هذا الفيديو مكاتبة ومثل ما قلت لكم هذا رأيي شخصي ممكن تتفقون ولا ممكن تختلفون معيه أتمنى أعرف بكل الأحالات أتمنى أعرف شون اللي يتفضلوا أول شي أحب أبدي بالصفات الواضحة كلش كلش اللي هو حجم الطير طبعا حجم هذا الطير تقريبا بقت حجم طير الحب أربع مرات أو أقلها حجم طير الحب الاشترالي العادي لأنه أكو طير الحب ثاني اللي هو الإنجليزي يكون حجمه أكبر بحواية كلش من العادي يكون تقريبا تقريبا بقد جسم الكوكتيل يعني بس مو ذياله هو و ذياله يعني طير الحب ممكن يكون حجمه كلش كبير خاصة إذا كان دم نقي ممكن يكون كلش كلش كبير فبهذا الفيديو أنا بس ده أقارن الأسترالي العادي اللي هو حجمه صغير بالكوكتيل هماتين ممكن نقول عادي بس هذا مو العادي لأنه العادي كلش أو الطبيعي أو اللي موجود بالطبيعة باستراليا يكون لونه رصاصي طبعا عنده يأخذون شفتات واحد ينزل واحد يصعد كوكتيل وطير الحب بتكسر القفص منهم لو أريدهم يكسروا من جوة كان كسروا من زمان بس ما يقدرون يكسروا من جوة لأنه أنا سويته بشكل بوحدة من الفيديواتهم ما تناره بحيث ما يقدرون يوصلون للخشب فأول ما يطلعون يقدرون يشوفون الخشب يكسروا ويطلعون الفرق فالحجم هو فعليا ما يعتبر ميزة بالنسبة لطيور الكوكتيل أو طيور الحب ممكن الحجم الشبير هذا يكون حلو إذا كان الطير أليف بينما إذا كان الطير مؤليف فالحجم هذا ما رح يسوي كل شي بالعكس الطير هذا إذا عظ وهو مؤليف ممكن فعليا الإحساس مات عبالك واحد عبالك واحد جاي ببلايس أو كتر مالكهرباء وديقصها الإيدي يعني الإحساس كلش مهله إلى أبعد المراحل وذا أقول لكم عن تجربة فطير الحب إذا كان صغير ووحشي ويعظ فعليا ما رح يسبب دمار شامل مثل هذا الطير طبعا إن داحتي بالنسبة لهذا يوجد طيور أكبر مثلا طيور الدرة وطيور الكوكاتا والمكاو إذا عظا ما أعتقد أقول لكم شون المفروض يسوي فبالنسبة لواحد يحبي مثلا يسوي محمية أو قفص كبير مثل هذا القفص الأبيض ويجيبي عدد من الطيور مثلا خمس أو ستة أزواج ويخلي لهم مثلا بيوت ويخليهم يتكاثرون بشكل يعني بشكل جماعي أو يخلي لهم ديكارات بداخل القفص مثلا يخلي لهم قسم أو جزء من شجرة ويجيب ألوان هواية طبعا الألوان اللي متوفرة بطيور الحب أو بطيور البادجي اللي هما الصغار ألوانهم برأي شخصي أحلى من هذه الألوان أو مو أحلى وإنما متوفرة أكثر من هذه الألوان فممكن يجيبون قفص أو ممكن نسوي محمية صغيرة ونجيب بيها طيور الحب ونجيب بيها ألوان هواية بينما طيور الكوكتيل اللي هي هذي هم بها ألوان بس ألوان همو مثل ألوان طيور الحب وما نقدر هماتين بالنسبة للقفص نفسه وهذا إذا نريد نربي به كوكتيل غالبا ما رح نقدر نربي به أكثر من ثلاثة أزواج مثلا ستة طيور مرتاحات إذا أكثر رح يكون المضايقات فبرأي شخصي الحجم ما يكون ميزة الواحد من عدهم مرح يخلي طيور أحلى من طيوره أو طيور أحسن من طيوره على حسب الشخص على حسب المربي إذا شوف الطيور الأكبر أحسن لي أو الطيور الأصغر أحسن لي على حسب المكان ماتة وعلى حسب شي رجي سوي بالضبط مذلما قلت لكم الألوان بطيور الحب تكون أكثر يعني مو مثل طيور الكوكتيل طيور الكوكتيل أغلب ألوانها على رصاصي على صفار وبها أبيض يعني بينما طبعا واضح أنه بيه كعكولة أو هذه العرف اللي هنا هذا ما موجود بطيور الحب بينما موجود بطيور الكوكتيل كافي كاف تهمت شكر من المداخلة هاي اللي واقفة على القفاص تحب توقف على الرأسي بس ما تحبني أطخل ولهذا السبب طبعا هاي بالنسبة للحجم والشكل ثاني شي وهذا أكيد يهم قسمة من الناس هو السعر السعر سعر كوكتيل بتقريبا تجاهط سبعة أو ثمانية طيور حب العادية صغار polyadults عن المعلم or أقو prioritize Państwo بسanges عن المعلم لأطيور الحب العادي وطيور الحب العادي في العراق تقريبا سعر 5000 يعني 5000 دينار فإبدا 5ah هنا انا اشتري طير الحب العادي 45 دولار الى 50 دولار طير الكوكتيل تقريبا نفس الفرق تقريبا نفس الفرق نسبة وتناسب هنا طير الكوكتيل اذا يعني نريد نعرف سعر طير الكوكتيل راح يكون تقريبا ست مرات او سبع مرات سعر طير الحب وهنا اللي هو 45 دولار في 6 و في 7 يطلع تقريبا هذا سعر 300 دولار بدون مبالغة واللي يريد هذه الطيور كهواية طبعا راح يميل للسعر الاقل بينما اللي يريد يكاثرهم على مد يبيعهم راح يميل للسعر الاعلى وهما تنلنسى اذا نجيب طيور غاليات مثلا طيور الكوكتيل وحجمها اكبر ما راح نقدر نكاثر نفس عدد الطيور اللي ممكن نكاثرها اذا جبنا طيور صغار يعني بالنهاية ممكن الفرق يكون كلش قريب ممكن نعتبر طير الحب يفوز بهذه النقطة لانه سعر اقل ومتوفر اكثر بينما سعر الكوكتيل يكون اعلى السبب مو بس الحجم مو بس مثلا الحجم والشكل يخلي سعر الكوكتيل اعلى بينما طيور الكوكتيل ما يتكاثر بالسهولة اللي يتكاثر بها طيور الحب او اقل لها ما يبيض نفس عدد البياضات بالسنة ممكن طيور الحب واللي صغير هذة يبيض ويتكاثر اسرع من طيور الكوكتيل ولهذا السبب هو ارخص لانه متوفر اكثر يعني اذا نحسبها كعرض وطلب والصفة الوراها عدد السعر انه الطيور هذة من نسويها أليفة مثلا هذا الطيور أليف وهذا الطيور أليف اثنيناتهم واني مربيهم مربي أهلهم واثنيناتهم واني موكلهم تأكيل يدوي طيور الكوكتيل يحب يبقى على صاحبه يعني يحب صاحبه يفليله ويغار مثل ما دا نشوف بس طيور الحب هذة طبعا هو حلو كلش يحب يستكشف بس احسى مراك مثل البازونة شون البازونة من ان ربيها تحب تكون واحد هي ما يحب يعني اتدخل ويا كلش يعني ما يسوي علاقة شخصية للمربي ماتة بينما طيور كوكتيل يحب يشو عناقة شخصية للمربي ماتة الصفة الثانية هماتين وهذا الشي فوز بي طيور الكوكتيل انه طيور الكوكتيل اسهل ان علمه على الكلام او لن انه downtime التعلم لن يتعلم يكون كلامه مفهوم بينما طائر الكوكتييل أسهل أنه نعلمه بس يتعلم صوت مثلا صوت البوسة العطسة ما يتعلم كلام مفهوم بس أنا رأيي الشخصي هذي الصفة يفوز بها طائر الكوكتييل لأنه سهل أنه نعلمه طني بوسة طبعا هذي أنثى كوكسب من اللي ناثم يحجون بوسة 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 هو باعي انت توقفين على يدي أهلا وسهلا بل توقفين على يدي أتوقفين على رأسي شكرا شكرا انه مداخلة الشي اللي هم من مكان لازم اذكرها انه في الطيرين يمكن أن تتعلم أصوات أكثر هي طيور الذكور بينما الطيور الاناث أصعب أنه تتعلم أصوات أو تتكلم أساسا بالنسبة للاكل هما الثينات هم يأكلون تقريبا نفس الكل بس من بالضبط ثينات هم يأكلون دخن ثينات هم يأكلون بيض مسلوق بالبقسمات ثينات هم يأكلون خضر وفواكه اذا كانت مجففة او اذا كانت طازجة بينما طير الكوكتيل يأكل اشياء اكثر يعني يأكل مثلا القرطم اللي هو مثل حب الشمس بس يكون ابيض اصغير يأكلون هما تنيناتهم يأكلون البيلتز اللي هو طبعا فيت شي ضروري يعني بالنسبة لي وجبة اساسية خليهم يا داخل القفاص دائما اللي هو يكون عبارة عن عالف مثل عالف الدجاج بس مخصص للبابغوات بهذا الحجم مو بذاك الهجم يعني نفس البيلتز بالضبط فالثيناتهم اكلهم متوفر ومو غالي كلش فما احد رح يفوز بهذه النقطة طبعا انا مخطط انه اخلي نوع واحد بس من الطيور اذا كانت كوكتيل او طير حب او اي نوع منها ودماع الطيور يعني اذا عندي المساحة وعندي الوقت وعندي الفلوس وعندي كل هذه الموارد ممكن اجيب تقريبا كل طيور ممكن تفكرون بها لطالة ما انه اقدر اجيبها لانه ماكو صفة بالنسبة الي تخليني اربي طير واحد بس واعوف الثاني اثنيناتهم حلوات واثنيناتهم لهم صفاتهم الحلوة باخر فيديو ذكرتلكم انه هاني رح اركز ازية شي ان شاء الله بالفترة تجي على الطيور الاحجامها صغيرة مو لي انه احبها اكثر من هذي الطيور وانما المساحة اللي عندي مو كلش جبيرة فبالنهاية احب اقول لكم كل طير كل حجم طير كل شكل طير وكل لون طير وحيوان مشر طيور تكون اليها صفاتها الحلوة والناس اللي ممكن يحبوها الا هذي الصفات مو اتدامة خلينا طوختش ما رح كليش توفين على رأس واحدة من الفيديوهات اللي ان شاء الله مخططة اسويهن انه هاني اروح اجيب طيور حب اثنين انا عندي طيور حب بس اجيب طيور حب من محالي يكون دمهن جديد على الطيور العدي فاجيب طيور حب نثيه فحل واربيهن وابدي من الصفر اراويكم حجم القفص والبياضة ولكل اللي رح اوكلهم اياه وان شاء الله يخلفهم عندي فاسوي لكم فيديو واحد فبنهاية الفيديو احب اشكركم على المتابعة وانهو تكملتوا هذا الفيديو وحب اسألكم شون الي يخليكم تفضلون طيور مثلا الكوكتييل او طيور الحب او طيور ثانية شنية الصفات اللي تخليكم تفضلون هذه الطيور عن هذه الطيور طبعا بالنهاية ممكن يكون مجرع التفضيل شخصي يعني ماكو اي صفات بس اذا اذا فعليا واحد يفكر بيها لازم دائما اكو صفات فاذا تحبون تكتبوا ليها بالتعليقات ممكن ان شاء الله بعدين اسألها فيديو الاخ فيما الله